واحد غزة الحرب الأخرى منتبعين بقلنا أيام غارات جوية وغارات بالمدفعية على أهالينا في فلسطين في قطاع غزة ومنتبعين إنه اللي بيحصل قصف لأماكن لا يمكن حد يتخيل قصفها قصف أراضي زراعية قصف كلية الزراعة في غزة وقصف خزانات المياه علشان الناس لا تجد طعام ولا تجد مياه للشرب إنما الحقيقة غزة بتواجه زي مواقع بحثية كتير ما كتبت حرب أخرى غير الحرب اللي هي متعلقة بقصف الطائرات أو قصف المدفعية لأن كل يوم تقريبا طائرات التجسس موجودة كل يوم صباحا ومساءا بتزهج السكان في غزة فتعودوا على موسيقى الطيران كانها مقطوعة موسيقية مستمرة كل يوم صوت الطائرات اللي بتصل لسكان غزة بقالها شهور لم تنقطع يعني حجم إزعاج مستمر للسكان نتكلم بالإضافة إلى قط الأبرياء وقت الأطفال إنما كمان ضجيج وإزعاج مستمر وتخويف ورعب دائم للسكان في غزة الأمر الثاني إن السكان في غزة تقريبا كل القطاعات مش عارفة تشتغل بلد في حالة شلل تام إسرائيل بتحول غزة مش إلى قطاع لناس أهل الأرض وأهل الوطن وإنما سجن كبير وتبقى الحدود هي حدود سجن من قبل إسرائيل لهؤلاء السكان فمثلا كل الفئات تقريبا بتعاني النجارين، الحددين، الصيادين، رجال الأعمال الكل بيعاني النجارين على سبيل المثال مفيش خشب موجود فمش عارفين يشتغلوا والحددين مفيش حديد موجود فمش عارفين يشتغلوا والصيادين لما ينزلوا على ساحل غزة علشان يبحثوا عن رسقهم يقول الإسرائيليين وقفل لهم يغض المركب يصدروا تماما يرجعوا بعد ما يخربوا تماما أحان إطلاق رصاص من الزوارق على الناس اللي هما بيصطادوا في البحر يعني الصيادين يأما بيحاصروا أو تصادع مركبهم أو هما نفسهم يقتلوا أو يعتقلوا الفلاحين اللي عندهم أرض زي اللي هنشوفها تلاقي كل شوية قصف الأراضي الزراعية واللي ما عندهمش أرض في هذا المكان وعندهم أرض شرق غزة بنلاقي صياد كل شوية تقول لك المكان ده مكان آمن أو سياج آمن أو منطقة عازلة وتوسعها برحطة فتلاقي كتير جدا من الأفدنة ضاعت في هذا المكان الذي تسميه إسرائيل أنه هو مكان عازل أو آمن رجال أعمال كل شوية إسرائيل تتهم رجال أعمال وتوقف نشاطهم بحجة دعم المقاومة فبقى رجال أعمال صيادين حددين نجارين فلاحين الكل في غزة يعاني كل في غزة سواء الزراع أو سواء القطاعات الأخرى والقصف ده اللي هنشوف مشاهد ليه اللي هو اليومين دول بالترمى المدفعية بيعبر قصف أراضي زرعية وقصف خزانات مياه إسرائيل تقصف الحياة في فلسطين